لؤي صافي عضو المجلس الوطني والاتلاف العسكري العفوان السوري المعارض والناشط الحقوقي أهلا بك أستاذ لؤي صافي أستاذ لؤي صافي هل تشكلون أنتم جزءا من آلية إيصال هذه المساعدات إلى الشعب السوري؟ أبدا أبدا هذه المساعدات لا تمر الآن من خلال الاتلاف طيب ونحن عندنا اعتراض على استخدام المؤسسات الحكومية السورية لإيصال المساعدة طيب المهم أن تصل هذه المساعدات إلى الشعب السوري على ماذا تعترض؟ نعترض أولا على أن النظام غير شرعي باعتراف معظم دول المشاركة في الأمم المتحدة نظام غير شرعي يقتل الشعب ولذلك لا يؤتمن تاريخ هذا النظام لا يؤتمن أنه سيوصل لهذه الأموال ونحن نعتقد أنه سيوصلها لمن يواليه ولمن يشاركه في القتل تعتقد أن هناك انتقائية في إيصال هذه المساعدات؟ سيكون هناك انتقائية أضيف إلى ذلك أن معظم من يحتاج هذه المساعدات في مناطق لا يسيطر عليها النظام يعني ريف دمشق، حلب، دير الزور، إدلم، ريف حماء، حمص، المحاصرة هذه المناطق لا يصل لها النظام فبالتأكيد لن تحصل على هذه المساعدات وهي بمسل حاجة لها طب هل أوصلتم هذه المخاوف للأمم المتحدة؟ بالتأكيد أوصلناها من خلال الأقنية، أقنية المعارضة ومن خلال طبعا السوريين الأمريكيين الذين كما تفضلت مجلس السوري الأمريكي قدموا اعتراضاته للأمم المتحدة طب هل تعتقد أن هذا المبلغ كافي 500 مليون دولار لمساعدات الشعب السوري؟ هل في تقديرك تعتبر كافية لتلبية هذه الاحتياجات؟ نحن في تقديراتنا هناك حاجة إلى 3 مليارات دولار مباشرة للبدء في سد الاحتياجات، الاحتياجات كبيرة للغذائية وأيضا طبية يعني في الأمس جاء أحد أعضاء الاتلاف من زيارة في الداخل وقال أن الحالة الطبية مؤسفة لا يوجد هناك أدوية، لا يوجد أدوات طبية فلذلك طبعا في حاجة لهذه المساعدات لكن لتكن من خلال الطرق المأمونة والتي يمكن من خلال إيصال هذه المساعدات لمن يحتاجها في الداخل طب هل هناك استجابة لمثل هذه النداءات؟ مع الأسف نحن خصوصا مع العقادة مؤتمر كويت نعم، نحن الوضع، الدعم الخارجي الدولي للإتلاف والشعب السوري في حالة مؤسفة حقيقة هناك وعود كثيرة لم يتم الحصول على أي منها الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة أوباما تكلمت عن أرقام كبيرة 200 مليون هي تقول أنهم من خلال الأمم المتحدة لكن نحن لا نشعر بوصولها ربما وصل بعضها إلى اللاجئين في الخارج أما الداخل، وهناك حوالي مليونين 3 ملايين نازح في الداخل السوري هؤلاء لم يصلهم شيء ما هو تفسيرك لهذه الحالة؟ تقارير أممية كثيرة للأمم المتحدة تحدثت عن حملت نظام بشار الأسد مسؤولية قتل أعداد كبيرة من الشعب السوري كيف تسلم أموال لمساعدة الشعب السوري؟ نتحدث عن 500 مليون دولار يعني يبدو أن أحد وصل لعقول بعض القيادات الدولية وأقنعهم أن هناك متطرفين بصورة واسعة داخل سوريا وهم يشكلون جزء كبيرة من معارضة طبعا هذه صورة مغالطة هناك طبعا جماعات متطرفة نحن يعني واعين لوجودها لكن هي لا تشكل إلا جزء بسيط من قوى المعارضة فنعتقد هناك تشويه للصورة ومحاولة زرع مخاوف وإعطاء هذا الانطباع على أنه يعني يجب أن لا تقدموا سعادات للمعارضة السورية وهذا أمر طبعا سيؤثر بشكل كبير على الشعب السوري الذي هو عندما انتفض توقع أن الديمقراطيات خاصة الغربية أنها ستقف إلى جانبه لتدعم كفاحه من أجل الديمقراطية والحرية شكرا جزيلا لك لؤيسة في عضو المجلس الوطني والاعتلاف السوري المعارض والناشط الحقوقي شكرا جزيلا لك